تسعين يوم من العدوان المتواصل على قطاع غزة وعلى أهلنا هناك قتل مستمر يومياً الحصيلة الرسمية اللي بتعلن أكتر من 200 شهيد في اليوم الواحد وطبعاً ديرها حصيلة أقل كتير من الحقيقة لأن فيه ناس تحت الأنقاض مطلعهمش وفيه ناس محدش عارف عنهم حاجة ربنا بس اللي عارف مصرهم يعني الآن تسعين يوم من التخازل العربي خلال الساعات اللي فاتت طلعت دولة جنوب إفريقيا الغير مسلمة الغير عربية وتقدمت بدعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد الاحتلال بسبب الجرائم اللي بترتكب في قطاع غزة اللي احنا بنشوفها كلنا جميعاً عياناً بياناً كل يوم هذه الدولة تقدمت بهذه الدعوة ضد الاحتلال والدعوة دي أوجعت الاحتلال لدرجة أنه اجتمعهم كبار المسؤولين فيه يتنقشوا إيه اللي هيعملوه تجاه هذه الدعوة في نفس الوقت كل الدول العربية والإسلامية صامتة لا حديث ولا كلام ولا أي شيء ولا حتى تأييد للدعوة اللي قامت بيها هذه البلد مش دي بس أول دولة تاخد قطوة كانت طبعاً دول أمريكا الجنوبية في بداية العدوان خدت قطوات أيضاً دبلوماسية بتقليل مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الاحتلال بسبب اللي يحصل لكن عندنا دول مطبعة وعندنا دول لها علاقات اقتصادية وعلاقات سياسية وهذه العلاقات بعد تسعين يوم من هذه الجريمة المستمرة ما زالت موجودة بكل بجاحة ولا هناك ليس هناك رد فعل وكأن هذه الدول موات هي وأهلها هذا نراحل في ظلط الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأظهر الشريف أهلاً بك دكتور أهلاً بك أستر المشاهدين الكرام أهلاً بك حلنا بقى يصعب على كافر أشيخ عصام حرفياً يعني الآن مثلاً الدول اللي بتتحرك لإدانة هذا العدوان دول لا هي عربية ولا هي إسلامية ولا هي مننا ولا هي على دننا ولكن بتتحرك وإحنا كدولنا صامتة صمت القبور بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد في الحياة طبعاً يعني مسألة تحرك دولة جنوب إفريقيا هذا أمر محمود ومكرومة تحمد لها وهذا ذلال على أن الإنسانية لا تشترى والكرامة والمبادئ لا تدعى ولا تزعم ليست الكرامة والمبادئ مجرد شعارات وهي ترفع ورأينا دولاً يعني آخرها مع قضية فلسطين الكلام ودول أخرى يعني تتحرك بحذر أو بيعني في إطار محدد للأسف لكن ما قام به جنوب إفريقيا من هذه الدعوة التي رفعتها دلال على أن الحقوق لا يعتمد في الإتيام بها على ديانة الشخص ولعل هذا الخبر يجيب على سؤال السائل الذي سألنا أمس على قضية المقاومة ووجود ناس تعاوم من حزب الله أو من يعني مذاهب تخالف مذهبنا أو ديانة تخالف ديانتنا وهذا ما نؤكده دائماً مسألة الحقوق والإتيام بالحقوق أو التعاون مع الذي يأتي لك بالحق معك أو يقف معك ضد الباطل لا يشترط في صاحبه أو في المعاون في هذا التعاون اعتقاد معين مدام هذه القضية لا تتعارض مع اعتقادك ولذلك رأينا هذه المواقف في السيرة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم حينما حوصل في شعب أبي طالب الذي كسر هذا الحصار ثلاثة من المشركين ورفض وقال لن نقبل أن يكون بيننا من يغلق عليهم الأبواب ولا يأكلون ولا يشربون ولا يعيشون حياة كالناس وقال أبو جهل قولته إن هذا لأمر دبر بليل وأدى هذا الأمر إلى إنهاء المقاطعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في شعب أبي طالب عليه الصلاة والسلام من ثلاثة مشركين النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل الصحابة للهجرة إلى الحبشة قال لهم العلة إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد هذا هو المعيار الذي يعيش فيه الناس أن يجدوا مكانا فيه معايير لتحقيق العدالة وقس على ذلك سياقات أخرى ومواقف أخرى مسألة الحقوق والدفاع عن الحقوق والإنسان لا يشترط في صاحبها أن يكون نسأل والله ما ملته لأن هذه القضايا الحقوقية المبدئية هي تعتمد بالأساس على إنسانية الشخص أنه إنسان يؤمن بأن كل إنسان له حق في الحياة والحياة الكريمة والحياة التي لا يجد فيها عنة في ممارسة شعائره أو دينه أو حياته العامة والخاصة هذا هو الأصل وذا ما كان يتغنى به الغرب من قبل بالباطل كان الغرب وأتباعه يعني يغروننا في بلادنا إن متى نكون كالغرب دعونا من الشريعة والإسلام هذا الذي منذ أربعة عشر قرنا علينا إذا أردنا أن نتقدم أن نعطي ظهرنا للدين كما أعطى الغرب ظهرة ورأينا الغرب في قضايا الإنسان ماذا يفعل؟ كل ما يقوم بالقيان الصهيوني كله بسلاح غربي وبمال غربي وبفيته غربي ضد تجريم ما تقوم به فالقصة هنا ليست قصة صاحب ديانة معينة قصة من يطبق تعاليم هذه الديانة الحقيقية وإلا هؤلاء الغربيون الذين يتبعون المسيح عليه السلام هل أمرهم المسيح بظلم الصغار؟ لا بل أمر المسيح بأن يلقوا سلاما والله محبة هل ألقى الغرب على أهل فلسطين محبة؟ ألقى سلاحا ودمارا من معاونة الكائن الصهيوني؟ هذا هو ما حدث للأسف يعني مثل هذه المعاني التي نراها تتجسد في بعض الناس ويتخلى عنها من رفع شعاراتها هو ما أصبح نراه في كل قضيان المعاصرة للأسف ربما أهل جنوب إفريقيا لأنها دولة حرة منتخبة منتخب فيها حاكمها ليست ملوية الذراع ولا على رقباتها ما يلوي عنقها لذلك حكامها يتحركون بحريتهم لكن كثير من دولنا العربية للأسف ليس للشعوب كلمة في اختيار حكامها وليس لحكامها كلمة في حقوقها إنما يهمهم إرضاء السيد الذي أتى بهم للأسف نعم طب داي خلينا ندخل في مسألة حكم التطبيع وحكم الصمت على ما يحدث أنا أقصد طبعا القادة ليس الشعوب الشعوب طبعا قالت رأيها في معظم هذه القضايا أنها ضد التطبيع وأنها مع المقاومة وضد كل متعاون مع هذا الكائن الصهيوني التطبيع لا شك طبعا مسألة لا تحتاج إلى إعادة تأكيد أنها مسألة ممنوعة شرعا وممنوعة عقلا وخلقا وسياسة كيف أجعل وكيف ستكون العلاقات طبيعية التطبيع جاي من أن الشيء يكون طبيعي كيف أكون طبيعيا مع عدو لي يقتل أخي أو يقتل أهلي أهل فلسطين أهلنا وإخواتنا فكيف أقبل بذلك وهل تقبل دولة عربية أنه إذا غزاها محتل أن تقيم دولة عربية أخرى علاقات طبيعية ما هذا المحتل ده إحنا رأينا في خلافات عربية عربية بسيطة رأينا في حصار على قطر منع قطع علاقات ومن يحسب على دولة من هذه الدول على قطر كانت هذه الدول تقيم معه عقابا ده في خلاف عربي عربي مش حرب رأينا ساعة غزو العراق للكويت وهو عمل مدان ومرفوض ومجرم رأينا بناء على هذه المواقف تم اتخاذ إجراء مع الفلسطينيين لأن منظمة التحلي الفلسطينيين أيادت أو بعض الفلسطينيين أيادوا صدام عقب كثير من الفلسطينيين بهذا الأمر ليه؟ لأن كيف تقبل الكويت ككويتي إنك تتعامل مع شخص أو مع إنسان أيد عدوك لهم الحق في من أيد لكن بالإطلاق لم يكن قرارا صائبا لكن الشاهد أن الدول تتخذ هذه الإجراءات هذه مقاطعة لماذا؟ ضد التطبيع أن تطبيع علاقاتك مع عدوي فنفس الحالة أنت نفسك تطبيع العلاقات مع عدوك وعدوي هذا أمر مرفوض شرعا ومرفوض خلقا ومرفوض سياسة ترجمة نانسي قنقر